أفضل كتاب أنصح كل طالب خصوصا سادس إعدادي أو أي طالب يقرأ هذا الكتاب الكتاب اسمه العادات الذرية هذا الكتاب أنا مثل حال حال أي شخص أول ما شفت هذا الكتاب تجاهلته قلت ترى روحنا بزعانة روحي بزعانة من الكتب وهو كتب المدارس ما أنت ما قاريها طبعا هذا الحكي قديم أنه بتريدني أقرأني كتاب مع النصائح ما تشرت أصدق بهذا الشي حالي حالكم مثل ما كنت أعتقد لكن جبرت نفسي في فترة من الفترة بعد ما مريت في فترة تشتت خصوصا بعد ما تخرجت من الجامعة فأجبرت نفسي على قراءة هذا الكتاب أول ما قرأت الكتاب يعني كان عادي ما كان أكفائدة شبيرة لكن كملت الكتاب ووصلت إلى نصف الكتاب حسيت بفرق مطبيعي حسيت وعرفت ليش أنا أكو شغلات ليش أكو شغلات ألتزم بيها وشغلات مدى ألتزم بيها هذا الكتاب يعلمك شلون تجبر نفسك على عادة معينة وما تمنعدها هذا الكتاب يعلمك شلون تتخلص من شغلة يعني تعبتك نفسيا شلون تخلي عندك فد عادة أو تلتزم بيها بدون ما تتركها أو بدون ما تمل من هذه العادة أنصح قراءة هذا الكتاب يعني حقيقة أنا أقول لكم إياها ممكن هواي تسمعون الناس يقول لكم هذا كتاب غير شخصيتي وغير حياتي وغير كذا هذا الكتاب ما غير شخصيتي أنا ولا غير حياتي أبداً وإنما بني شخصيتي أنا شلون خلاني أعرف شلون أبدي بمشروع شغلي شلون أبدأ بالتدريس يعني أنا أقول لكم إياها لما هذا الكتاب أنتم ما تشوفون أستاذ محمد النوفري ولا تشوفون فيديوهاته ولا تشوفون امتحانات اللي قاعد يسوي لكم كل هذه الشغلات حقيقة بعتوفية الله سبحانه وتعالى اللي خلاني ينطاني داعم وشجعني ووجهني هو هذا الكتاب أفضل كتاب أنصح كل طالب خصوصاً الطلاب يعني هذا أكثر فئة مناسب إلها أنا أشوف الطالب يعني إذا أنت مو طالب ما أنصحك تقرأ هذا الكتاب اسم الكتاب العادات الذرية تقدر تشتريه أو تقدر تحمله ملف فيدي اف وتسمعه أنا أحشي لكم تأجربتي ويا هذا الكتاب أنا نزلت الكتاب بي دي اف خليته باللابتوب وكذلك شغلت صوت ما اسمه أسمع وأقرأ يعني هم أسمع وهم أقرأ لحالتين هي شو ما راح أمل قموا تشنت أقرأ باليوم والكتاب هو مو كلش طويل تشنت أقرأ كل يوم حدود الأسمع من عنده بحدود نص ساعة أو ساعة مرات مرات ما أسمع بس دائما كل ما أتعب أو أضوج أجي أسمع أرتاحي ينطيك طاقة حقيقة وينطيك ثنظيم وما تحس بالنتائجة بنفس اللحظة نتائجة تطلع بعد فترة يعني جوث بعد شهر بس شنو يغير شخصيتك يعني يغير فكرتك يعني فأنصح قراءة هذا الكتاب بشكل كبير جدا اسم كتاب العادات الذرية ربي وفقكم طوروا نفسكم يا أخوان ماكو شي ما إلى حل ماكو شي يعني يبقى على حالة إذا أنت تنسى كل شيء إلى حل حاول نطور من فكرك حاول نطور من عقلك وصدقني إن شاء الله راح تنمو أفكارك ويتحسن مستواك الدراسي ربي وفقكم شوفكم بخير في أمان الله شكرا